اهلا بحضراتكم من جديد ما تخافش على الاهلي لسبب واضح جدا وصريح هتشوفوه في ضربة البداية مع مقالي ومقاله بيع الاهلي هل تخافوا على الاهلي من البيع ولا الاهلي ما يتبعش ولو اتبع يتبع ازاي لا يفتع رئيس شركة الاهلي لكرة القدم معنا هنا بشمهندس الموضوع احد البرامج اشارت لهذا الموضوع تداخل احد رجال الاعمال الكبار علق وعقب وتمنى وده فتح الباب لجدل واسع هل يمكن بيع الاهلي بصها سيدة براحيم هو ده بقى لما ترجع اللي انا قلته الفاضي مش عارف يعمل ايه والفراغ وغياب الاهداف يخلي الناس بتدور لك على حاجة تشغلك مش بتشوشر عليك وتقلقك وانت مشغول باهدافك يخلق لك حاجات عجيبة كده والحمد لله ان الاهلي عندما يتسلح يتسلح بالحقيقة الموثقة طب ايه الحقيقة الموثقة تذكر انا وانت كانت معركتنا مجلس الادارة الفات السابق السابق الاسبق اه مع الموات محمود طهر انه كان لائحة النظام الاساسي كانت قضيتنا احنا لازم ها الا تقبل ولا تمرر على وضعها التي كانت مطروحة على الجمعية العمومية بيها ليه لان كانوا مش حطيني الضوابطة التي تحمي النادي الاهلي من اللحظة دي ان يجي حد يقولك اشتري الاهلي ان كانوا شايلين شرط موفقة الجمعية العمومية وشرط حاكمية النسبة اللي تخلي الاهلي محصن ضد ان حد يجي ياخد قراره على شؤونه والحمد لله نجحنا في هذا والحمد لله لما المجلس الكابت الخطيب في دورته الاولى حرص على ان يكون النظام الاساسي في حوار مجتمع حقيقي ما فيش شريحة من شرائح ما شاركتش في وضع النظام شرائح كلها الرياضية والقانونية وكل الخبرات والهندسية ولي جاء اللي جاء اللي جاء وانا وانت كنا فيه احداها واستطاع المجلس ان يقدم نظام اساسي مشرف بيعظم من دور الجمعية العمومية واجعلها هي الحاكمة في كل شؤون لا يستطيع احد مهما بلغت قوته انه ياخد قرار دون الرجوع مصيري دون الرجوع الى جمعية العمومية فاتحط في البند ده اللي لو سمحت اقراهولنا بقى الجمعية العمومية اعتمدت النظام الاساسي في البند اللي اللي حنشرحه كلمة كلمة للناس عشان تفهمه شوفوا ده بند كان من اهم بنود لايحة النظام الاساسي اللي مجلس ادارة النادي برئاسة كابتن محمود الخطيب فور انتخابه في المجلس اللي فات عكف على اعداد لايحة النظام الاساسي بعد حوار مجتمعي زي ما المهندس عادل اشار لكم وبعد جدل كبير جدا مع مجلس ادارة المهندس محمود طهر حول ذات الموضوع وكانت معركة ملك وكتاب الحياة وقتها اكيد حضراتكم فاكرين وفاكرين المهندس عادل ومخترق مخترق مخترق واعتقد التفاصيل كلكم فاكرينها وده كان بسبب هذا البند في هذه المادة انه الليحة كانت وقتها بتسهل عملية بيع النادي الآلي لرجال العمال دون الرجوع للجمعية العمومية لا بترجع للجمعية العمومية ولا بتحتفظ للنادي بالنسبة الاغلبية الحاكمة فكانت المسألة فيها تسهيلات ازعاجة الكل ازعاجة الكل جدا واحنا ساعتها خدنا موقف كان يبدو لدى البعض انه هو موقف غريب لغاية دلوقتي الناس بتتكلم عليه انه القناة او البرنامج ضد سياسة النادي ما كناش ضد سياسة النادي ابدا لا ضد رئيسك ما كاناش مسألة شخصية ضد خلل بند خطر جدا موجود في اللايحة مسئوليتنا وامنتنا تحتم علينا ان احنا نقول ده غلط ويجب تصويبه قبل العرض على الجمعية وبالفعل مشروع اللايحة رفض او لم تعترف به الجهة الادارية وقتها وجدت مجلس دارة الكابتن خطيب عكف على اعداد هذه اللايحة كدستور حاكم ومنضبط جدا للنادي الاهلي لما تشوفوه اللي بتتح له فرصة يطلع عليه تعرفوا فعلا النادي الاهلي اللي اول جلسة لتأسيسه الاباء المؤسسون حرصوا على انه يحطوا لايحة تحكم النادي ودي سبب يا جماعة الناس اللي بتتكلم دلوقتي تقولك النادي الاهلي نموذج اداري لانه بدأ كده راسخ اه بدأ من هذه النقطة قبل ما يتكلموا فتحوا الورق وكتبوا النهاردة هذا البند بيحمي النادي الاهلي لا بيحميه لصالح محمود الخطيب ولا بيحميه لصالح حد ضد حد بيحمي النادي الاهلي لجمهور الاهلي واعضاء النادي الاهلي ليه؟ المادة بتقول مية واثنشر يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الادارية المختصة تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي موافقة او الجملة يبقى الجمعية العمومية لازم توففها ومقدمة الاول يعني حتى هي قبل جاء الادارية المختصة باعتبار انها صاحبة الحق الاصيل في الاساس موافقة الجمعية محدش يقدر عمل حاجة الى بموافقة الجمعية طب وحتى هو بيعمل دي والجهة الادارية يعمل ايه؟ تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي واعضاؤه والمستثمرون من غير الاعضاء في احدى الرياضات كرة القدم او غيرها بقى وكذلك في المجالات والخدمات الرياضية بانواعها المختلفة وما يرتبط بهم من خدمات اخرى بهدف الاستثمار المالي وتطرح اسهمها لاعضاء النادي وفي حال عدم تغطية كامل الاسهم من جانب الاعضاء يتم طرحها لغير الاعضاء ويجوز قيد هذه الشركات في البرصة المصرية شرط ان لا يؤثر ذلك على نشاط النادي يجب ان لا تقل نسبة مساهمة النادي في رأس مال الشركة عن نسبة كام واحد وخمسين في المية بيسموها بقى في القانون النسبة الحكيمة لتعطيك الحق في السيطرة واتخاذ القرار واحد وخمسين في المية للنادي من رأس المال وفي جميع الاحوال لا يجوز التعديل او التصرف في هذه النسبة الا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي الاهلي والجهة الادارية المركزية اللي هي الوزارة هتا حتة بقى اه فضل طيب النهاردة اللي بيقول ما تبيعوا النادي الاهلي دا جيب مليارات فالناس كلها هو ممكن الاهلي يتباع ممكن نسبة تتباع عن طريق البورصة ها لا اعضاء النادي اولا اه يعني حتى التسعة واربعين في المية واللي يزيد يطرح للاخرين اه بشارة الوافقة الجمعية العمومية برضو يعني انت ليك النسبة الحكمة لكن ما تقدرش تعمل حاجة غير لما ترجع اه وما تقدرش حركة الا في حدود التسعة واربعين في المية اه ليه عشان محدش ياخد ولا يستحوز على القرار ايوه فيفضل القرار تابع النادي ايوه ومن هنا استطاع النادي الاهلي ان ينشئ شركاته ايوه على فكرة الواحد وخمسين في المية دي دا الحد الادنى ايوه ولكن تبصت لقى الشركات وبعض المتشاركين المتشاركين هم طبعين للنادي الاهلي يعني الشركات دخلة في بعضها يعني من التسعة واربعين تجد شركة الاهل انتاجي الاعلامي مساهمة اه وانت كم جلق مساهم في شركة الاهل انتاجي الاعلامي ايوه فتبصت لقى في الاخر ان نسبة المؤسسات او الكينات اللي داخلها في تسعة واربعين تجاوزت ممكن تبقى ستين وخمسة وستين في المية كله اهلي ايوه والطرح الباقي ايوه واذا كان الامر فعلا هيحقق الارباح الهائلة كل واحد بقى شركة من شركات دول او كل واحد مساهم يبيع النصيب بتاعه لكن في النهاية الاهلي ازال من الواحد وخمسة في المية محدش يقدر يجي ناحيته فاللي يقول لك ابيع الاهلي ده في اخويا طارق انا الدكتور طارق مخيع الراجل اللي هو يعني يعني هو من هو يعني طارق اسكندريا لا دكتور اوه وعميد زراع اسكندريا وريش مجلس محدود يا عدلي ايه اللي بيتقال ده قلتولي يا ابني اسمعني ما انا مش عزا حدحك لكل واحد في اسكندريفوت طارق اسمعني حشرح لك الموضوع عشان تطمئن لكن بقولك من دلوقتي اتطمن اتطمن المجموعة كلها اللي معاك وطمن مصر كلها وطمن كل الاهلوية لا يستطيع قاعد ان يشتري قرار الاهل وسيطرته على شركاته او انشطته